السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه وحشتوني من اخر فيديو قدمته بحبكم في الله بشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي مشترك معاهم زمان وبشكر الناس اللي بتشترك جديد وبجد بادعو لكم في كل وقت وبجد بحبكم في الله ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب ربنا يكبر بخاطركم ويحفظكم يا رب كده يرزقكم الخير والهانة والسعد والفرح يا رب يا رب يا رب تزوروا بيت الله الحرام يا رب يا رب يا رب يصلح ما بين ايديكم ويحسن يا رب كده كل اللي يفديكم يا رب يحسن وكده يا رب يا رب يشفي كل مريض فيكم ويبعد عنه المرض ويا رب يرزق كل محتاج الزرية الصالحة بالولاد والبنات يا رب يا رب يا رب يرزق كده يا رب كل البنات بالزوج الصالح اللي يسعد قلبهم يا رب بنت مدام هالة يا رب يصلح حالة ويرزقها بالزوج الصالح كده يا رب وهم أمل يا رب يرزق بنتها يا رب بالزوج الصالح اللي يسعد قلبها ويفرحها ويا رب يشفي يا رب كده ميسر ويشفي مبريم ويشفي يا رب أبو زياد ويشفي كل مريد فيكم يا رب ويصلح حالكم جميعا يا رب يا رب يصلح حالكم جميعا يا رب اتحقق كل ما بتتمنوا ليكم ولولادكم يا رب ينصر فلسطين والسودان ولبنان وكل يا رب بلاد المسلمين كده يا رب انصرهم يا رب تعمل ايه يا موداليا النهاردة؟ نهاردة بقى قلت اغبط شوية عيش برا الانبوبة على وشك يعني المرة اللي فاتت كنت حطها فى اميه يعني كده تحت لما بتجرب تخلص بروح مليالا اميه سخنة وحطها تحتية فكانت ايه جربت تخلص انا جدت خليها ايه يعني مش اغبط فيها خبزة كبيرة دلوقتي وكده اه هعمل رغفين هنا وخليها باجا ايه اما شوف اعمل عليها ايه المهم الاول انا وكنت بعمل ايه عجنت شوية العجن اللي انا هغبزهم على الولعة دي الحمدلله النهاردة جبت بلاطة ايه تغير التانية عشان خاطر اغطي العيش ويتنفخ المرة رفتت ما كانش منفوخ المرة دي ان شاء الله هيتنفخ قلت هعمل ايه باجا هعمل جورس بيت بس بطريقة جديدة يعني احنا بصراحة لما يكن اكل سريع كده بنجوب جزبادات ومعهم داجي واغدار باجا لازم يعني ترن عليها دلوقتي المهم ما احنا الاكل السريع عندنا بتبقى جورس بيت لو عندك جزبادات بس كده انت شرياهم ولا حاجة بتروح اياي مجطع بقى فلفل وطماطم واي اغدار عندك انا حطت عليهم بطاطا عشان اكترهم وبعدين ولادي حبوا البطاطا اللي هي البطاطا الحلوة دي مش البطاطس حبوها في اي اغدار دلوقتي باجاة بعملها لهم وكمان هي رخيصة يعني كيلو بخمسة جنيه رخيصة يعني فيه ناس بيتباحها بخمسة وفيه ناس بيتباحها كيلو ونص بعشرة كده بس هي رخيصة وحلوة حسن من البطاطس يعني دلوقتي فالمهم ان انا قلت اعمل لهم باجاة جورس البد هوتي مليان خضار ومغزي طبعا البطاطا مغزية مع الفلفل مع البصل مع الطماطم مع كل الحاجات دي مغزية قلت اعمل لهم جورس البد باجاة طاري كده مع العش الطاري هنا اتي العاجم طلع وغطحته انا طبعا عاجنت وصبته وهو طلع على طول اهو بالله لكم ان وصلت معي لحد انا بتنساش اللايك ولا مشتركش في القناة يشتري بص بقى انا بغطيه بالتصة هوتي الاتصة اللي جيتها جنبية هيبدأ يتنفخ اوه هو انا مش عارف اجرب التليفون عشان الدخانة بصوا الجوه هوا جامد شايفيه بصوا بتنفخه شايفيه بيتنفخ بس انا مش عارف اجرب الدخانة شايفين الجوه هوا اصلا اليمن دول مش عارف الهو ده فمش عارف فانا بجرب التليفون شوية عشان تشوفوا اللي العيش وهواري لكم كل رغيف فانا اغبس كتير يعني قدامكم نهاردة هاخبس كذر اغريف قدامكم عشان خاطر تشوفوا ايه العيش وجمال والله العظيم العيش بتبقى جميل جدا وطرف تحيل اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى ليه اجمعي الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الاول اللي انا جطحت الحاجات اللي جبتكم عليها وضي وقتا بجطع البطاطا انا البطاطا مش احطها نية واصل البيض عشان خاطرها تبقى نية لانا هاشوحها كده بعد ما خلص لغاية ما تستوي وبعد كده احطها احط عليها الخالطة ضيتي واعمل جرس بيت هيبجى اكلها كده سريعة واكله من البيت العيش وكل حاجة بص ما تخافيش والله الخبيز عصاق ده هوتي جميل جدا بس انا مش بعمل عصاق ليه انا بحب اعمل على البطاط دي هتشوفوا دي كده كده تقيه افضل اغبز معاكم كده وارهلك هم جطعوا صنيتان من دي الصنيت دي وصنيتان بس ما يعني ما بعملهمش كتير انا بعملهم كلهم كاميرا غيب بس كا المهم انت برده كا لما تحب تجرب جرب في كوبايتين بس سجارة بفتلاتة في كوباية جربيها ولو مش عايزة تعمل على البلطة دي لو خايفة على الصاج او برضك على الصاج التصة بتعجلية دي التصة بتعجلية بتبقى جميلة جدا في العجة انا ليه بحط سراميكا عشان خاطر انا الصفيحة رجيجة من تحت زي ما قلت لكم والولعة دي علي فلازم عشان كده انا بحط بلطة او سراميكا اللي هي البلطة اللي هي بتاع البلط دي بلطة التخين ده انت بقى عايزة تحطي تصة زي اللي معايا دي كنت تخينة من تحت واحنا بنخلي التصة دي منظرة كده لها عشان بتبقى تجيلة كده من تحت وتستحمي احنا ليه مش بندعك التصة بتاعتنا دي احنا عايزينها تجيلة فانت تصة تجيلة زي دي كده تحطيها ممكن تغبز عليها على الكانون زيكا هيبجة برضو العشحل وبردك هتغطيها بتصة تانية ولا بغطة شايفين هتغب يتنفخ هاو واحدة واحدة بس والله انا مش عارف اجرب التلفون من كتر الهو خايف ايجح كمان على الولع وفيه هوا بصه فضيع الاسبوع ده كله كده انا مش عارف اعمل على الكانون اي حاجة الهوا مزعوطني اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى لي يا جميع لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هنا العشحة بجلا بيحتاج راحة ولا بيحتاج اي حاجة يعني بصه طريقته حلوة ومش لازم بجاه قد تعجني فيه كتير وترحي فيه لهم شوية صغيرين بتبقى كوبايتين اللفة والتانية بيتخبز على طول وكمان بيخمر على طول يعني ما بياخدوش وقت لا بياخدو معاك وقت في الخبيز ولا وقت معاك في العجين ولا وقت معاك في الخمر بصه حاجة كده في صفة ما اتجهز للاكل يعني بصه انا الوقت اخرطت الحاجات كاني بسخن اكل كده وكله هيتعامل مع بعضي وحاجة كده سريعة واحنا بنعمله مع الطاجة بس يعني ما بنعملش عاش كتير يقعد منه ده كمان لما بيبايت العشد يا سلام مع كوبايت شاي الصبح كده بتبقى حاجة كده من الاخر والله العزيب يعني كمان انه هو تخين كده وحلو هو مش بيتنفخ جامد زي اللي بالكم فيه في الفرن لا هو بيتنفخ وكل حاجة انت بتفتحي بيتفتح بس مش بيتنفخ جامد كده بس الحاجاجة يعني ما بيتنفخش جامد تشوفوا العشة هوته مع بعض واحدة واحدة ولا تخفش من البلطة دي بص انا بغبس بها على طوب يعني الطول ما بغبس بها على العصة كده بغبس بها على طوب بص بانجلب راغف من الجنب دي ده بيشد ونقلبه عشان يتنفخ يا ده بيشد كده واغلبه كده وارجع أقلبه كده شايفين انا باغلبه كده وكده عشان خطر ايه يتنفخ بك كمان انا بطلت و سيبت شوية بردك على البطاعة عشان خطر بردك يتنفع وبالمرة بجهز و شايفيه تفضل يتجلب فيه كده و كده لحد ما يتبع الجنبين كده لحد ما يحمر و ياخد اللون اللي انت شايفه ده دي لو كنت خبزة الصينية اللي انا كنت بقى بصفال اول و دي الصينية التانية بجه اخر ايه اخر رغافين عليها دي قطع صنيتين جديدي انا عندي صنيتين جديدي بالزبط كده دي و انا بعملهم لما يكون بره بعملهم اتنين من دي بس يعني كل واحدة انشارت خمسير غفة اربحتير غفة كده يدبع الجده عشان خطر ايه ما يبقاش كتير و ما ياخدش وقت معايا و برضا كاي زي ما قلت لكم هي التجة بتجته شايفين بافضل اجلبو كده و كده زي ما انتو شايفين هو انا واحدة واحدة معاكما ما تخافش منه هو مش منفوق جامد بس والله العزم زي العسل المهمة تحمر يوشه وتحمرين من تحت المهمة يكون الرغاف مستوي و يبقى والله العزم شايفين جميل هو منفوق اهو اهو قاعد يتعمل منه شانده وتشاء طيب شايف بيحمر شوية واجلبا بص انا واحدة معاكم واحدة واحدة كده وان شاء الله العش بيزبط معاك مرة في مرة ما زبتش المرة دي بيزبط المرة التانية بصوه هو ما زبتش معاك كده من اول خبزة ولا تانية خبزة انا كزا مرة اغبز على الكنون كده لغاية ما بيتزبط معايا يعني مش بيتزبط من اول مرة والله كزا مرة اغبز على الكنون دواتي وخبزت على الصفاحة كتير ما زبتش معايا الا ما زبتش على السراميكا دي يعني كمان كنت بغبز على الصاجة ما زبتش معايا الرجاك بصراحة اللي زبت معايا على الصاجة لكن الفطير بتاع اسموه العجة ما زبتش معايا على الطاصة افضل افرده وارمع على البلطة دي وافضل اجلبه من هنا الهين لغاية ما انتو هتشوفو دروقت ايه يحمر اهو كده اي ده بحمر سنة افضل باج اجلب فيه كده لغاية ما يحمر اللون انتو شايفينه ده اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه جميع هاو فان بوجه وان بوبا خلصت على غفلة حاجة كده مثلا لو مافيش غزو عازين نعمل شوية عيش حاجة كده لو عازنا نتعشى نعمل شوية بصوا بينفع جدا والله العظيم يلعج في وقت كده كان اخر غفو بصوا منفوخة و زي ما قلت لكم بس هو مش بيتنفق جمد على اله زي ما زي ما الناس بتوريكم كده لا هو بيتنفق بس بعد ما بيتطلع شعر و لا يقوم بعملها رأي بطاطة بطاطة هذه البطاطة خرطتها صغيرة لتستوي كم التحميل سوف أعطي البيض في الناس قطعته بدجيج عملوا معاك 12 جنيه عملوا 10 جنيه عملوا كما يعملوا ساعات بنجيبه مدجوش الواحدة بخمسة جنيه عازك جيب سليم الواحدة بستة ونصف ماشى هاتي اتنين واتروح حتى دجيج واتروح حتى طماطم وبصل وبص اي يقدر عندك وبطاطا بجا واتروح مجلبه واتروح عمل جرس جد كده ويكفي العياد معاك دين جالا بجا مسلوجة واحدة كدتي هو طعمه بصراحة لو انت حتى عمل طبيخ والله العظيم العيل بتحبه عن اياك تحط بجا توابل من عندك فلفل كمون الحمد الله اللي موجود الحمد الله بيسد ويقول الحمد الله اهم شي نحمد ربنا واهم شي نقول الحمد لله بص انا حطتش يا طمي لجيتهم ناشفين عشان خاطر انا حطيتم على جيد دجيج انا باجا هاكب البطاطا دي لما تستوي فوقيع الصحن كده وارجا وحط في الطاصة تاج اغطي باجا الطاصة وحش باجا كل دو تابع الفحم بس عشان ما يتحركش مني وباليس سني اه جرس البيت ده عشان تجيل عشان في جلبي حاجات مش بيت بس فاحنا هنحوش باجا الخشب دو ونخلي على الفحم طب عشان احنا مولعين من بدري وبنغبز عليه من بدري هتلاجوا فحم كتير باجا تحته الخشب ده اه مولع خشب كتير يعني فهنحوش الخشب ديتي وانطيب على الفحم هايتيب ويطلع بص جرس بيد ما حصلش بالخضار ومفيد وصحي ما يعيش باجا انت عملاب ديكي كده حاجة كده من الاه مش عايزة تحطي بطاطة حطي بطاطس مش عايزة حطي بطاطس مش عايزة حطي كوسة اي حاجة عندك حطيها انت مش لازم تحطي بطاطة كمان لو مش بتحبوها مش لازم بطاطة حطي كوسة حطي بطاطس كل اخدار في اخدار اوما الجزر بدات مسكاهم بس بس باجا انا قطيتها اه هحشب باجا الولعة دي خالص شايفين الفحم جديه عشان الكنون مولع من بدري هايتيب باجا على الفحم ده ولازم كمان نطيب على الفحم ده عشان خطر زي ما قدتك وما يتحرج ومش هايتيب هتشوفوا باجا خلاص لما ما يتب بصوا اهو على الفحم بس شايفين هنا باجا الاكل بتاعنا اهو والبصل وابدينجالة مخللة واحلى اكل وبص العش منفوخة اهو وطيب من اينا ومينا حاجة كده والله العظيم روعة وحاجة كده جميلة وجربوا عش السجد كده جربوا بطريكتي كده بس الماما خليه اختمر حلو وجربه بطريكتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته